أداء البيتكون والإيثيريوم هذا الأسبوع أداء حلو جدا ومن أيامها رأينا شيء أداء يعني رأينا كيف البيتكون طلع تقريبا 13% بسعره والإيثيريوم تقريبا 23% بسعره فنفوت أكثر على تفاصيل ماذا يحدث بالسوق وماذا يؤدي على هذه التحركات الأخيرة اللي نرى بأخر كم يوم ونفحص أخبار أخرى موجودة اليوم بالسوق التي تشجعنا كمستثمرين بالعمل الرقمية وتزيد من تفاؤلنا بأداء العمل الرقمية قبل أن أكمل هذا الفيديو تعالي دعمني باللايك هذا سيساعدني كثيرا شكرا كثيرا لك البيتكون والإيثيريوم والعملات الرقمية ككل أعطوا بأكثر من حدث اقتصادي بآخر كم يوم الذي أثر على أداء العملات بعض الأخبار أدوا لخوف وضعر ونزلوا من سعر العملات الرقمية وبعض الأخر أدوا لتفاؤل وتشجيع بالاستثمار بالعملات الرقمية مثلا برحب الهند تلعوا أخبار أنه كان في قرار بسنة 2018 أنه يوقفوا المصارف من أنهم يعطوا خدمات للزبائلين لتدعم العملات الرقمية لكن برحب البنك المركزي الهندي خبرية أن المحكم العليا الهندي قرار أنه يوقف هذا الأمر عن طريق هذا الأمر أن المصارف الموجودة بالهند ستقدر تعطي خدمات للناس التي تدعم العملات الرقمية وطبعا هذه كانت خبرية مشجعة جدا وخبرية إيجابية للعملات الرقمية وانعكست على أداء البيتكون والإيثيريوم والعملات الأخرى الموجودة بالسوق وهذا من الشرق سنذهب إلى الغرب في الغرب في أمريكا مثلا بايدن قرر أن يعطي دعم اقتصادي يعطي رزمة مالية للناس بحجم 6 تريليون دولار لكن هناك الكثير من المختصين يخافون من هذا الأمر يعني اسألك من أين يظهروا 6 تريليون دولار ليس أنه كان لديهم المصاري في البنك ويسحبون من البنك لا المصاري تنتبع وهذا الأمر يفرج للناس أنه هذا تضخم اقتصادي ومن ناحية الثانية أمريكا تفوت بدين أكبر وأكبر فتأجيل ديون الناس ومساعدتنا عن طريق هذا الأمر يمكن أن يشجع تضخم اقتصادي ويمكن أن يؤدي إلى تقالبات اقتصادية والذي أذكر أمريكا نحن نعرف أن أمريكا هي أكبر اقتصاد بالعالم يعني أعجبنا أو لم أعجبنا أمريكا هي الأقوى بالعالم وطبعا لهذه الخبرية هناك إنعكاس مباشر على العملات الرقمية لأن هذا الأمر رأينا أيضا في السن الماضي الناس هربوا من العملية التقليدية هربوا من دولار ونحن نواحي المعادن الثميني ونحن نواحي الذهب ونرى الارتفاع الكبير بالذهب في السن الماضي لكن أيضا نحن نواحي العملات الرقمية ونرى الارتفاع الكبير ونرى العملات الرقمية وإذا هذه الأحداث السياسية اقتصادية مكفة كاش في الأيام هذه لدينا بعض الصناديق الاستثمارية ETF موجودة تحت تقييم SEC الأمريكي هذه الخبرية لديها حلوة لأنه باللحظة التي تظهر ETF تظهر صندوق استثماري متداول بأمريكا الذي مدعوم بالبيتكوين ونحن على اكتشنج أمريكي هذا الأمر سيكون رهيب جدا هذا الأمر معناته أن ملايين وملايين المستثمرين الموجودين في أمريكا سيستطيع أن يضعوا مصارب بذلك الـ ETF وصندوق الاستثمارية نحن نتحدث عن سوق الاستثماري الضخم الذي مدعوم بعشرات وعشرات تريليونات دولارات وهذه الصندوق الاستثمارية ليس من المكان من شركات كبيرة مثلا برعاية Fidelity أو برعاية First Trust هؤلاء عمالك برعاية Fidelity مثلا عندها عشرات أو مئات الـ ETF يمكن أن تداول عن طريقهم ويكون عندها أيضا ETF المدعوم بالبيتكوين يعني سيكون مدعوم بعملة رقمية حقيقية فتخيل ماذا سيستطيع بالبيتكوين والعملات الرقمية سيكون مدعوم بـ Ethereum العملة الكبيرة التي تجد من أكثر مؤسساتنا وحيها التي سنحكي كمان ومع هذه الخبريات الحلوة الإقتصادية السياسية الـ ETF كل هذه الخبريات التي تحدثنا عنها اليوم لا تنسوا أننا ننتظر تجديد رهيب جدا من Ethereum الذي سيستطيع في هذه السنة Ethereum 2.0 سيأتي على الـ Mainnet على الشبكة المركزية لـ Ethereum هذه السنة هذا يعني أن Ethereum ستبعد عن Proof of Work و ستذهب إلى نواحل Proof of Seek هذا يعني أنه سنظر نوسع Ethereum أكثر سنظر أن نحق فوق المئة ألف معاملة بالتانية هذا يعني أن Ethereum سيكون أمن أكثر والأمر الثالث الذي يصبح أهم أهم في هذه السنة هو موضوع تلويث البيئة كيف ترى هذا الشهر؟ رأينا كثير اهتمام من المؤسسات الكبيرة من مشاهير من الحكومات أنه يجب أن نذهب إلى نواحي تقنيات نواحي تكنولوجيا التي تدعم تخفيض تلويث البيئة إذا حلوة بتجديد Ethereum 2.0 ستستطيع أن تنزل من احتياج للطاقة بـ 99% طبعا تفاصيل التجديد يوقفون أنه مع هذا التجديد قوة التعديل لـ Ethereum 1L يعني قوة إصدار Ethereum 1L وتنساش أنه بشهر سبعة سيفت تجديد أيضا أيضا تجديد EIP 1559 الذي سيبدأ يحرق من Ethereum فمع Ethereum 2.0 ومع هذا التجديد مع EIP 1559 سيكون معنا عملة وهي عملة منكمشة وهذا الأمر سيكون لدينا القانون الاقتصاد الأساسي سيزداد الطلب ويخف العرض وأنت تقول لي ماذا سيحدث في إثيريوم وقتها وبسعار إثيريوم من خلف هذا الأمر وأكيد الكثير منكم سيسألوني وين سيحدث هذا التجديد؟ أي تاريخ؟ بالضبط سيحدث هذا التجديد؟ لا يوجد تاريخ بالضبط ولكن إذا نظر على صفحة الرئيسية Ethereum Ethereum.org هذا الأمر يتوقعه سيحدث في سنة 2021 يعني في هذه السنة لكن لا يوجد تاريخ بالضبط وين سيحدث هذا الأمر وهذا الأمر موجود أيضاً بصفحتهم الأساسية أتأمل إستباع اللحظة أعطيتكم طاقة إيجابية وشجاعتكم أكثر وآخر مستعدين للتحليل الفني وما يحدث بالإثيريوم وما يحدث بالبيتكوم من ناحية المؤشرات الاقتصادية المختلفة كيف لا نرى بالإثيريوم باللحظة هذه نحن موجودين فوق الموفينج أفريج لأخر سبع أيام هذا الأمر جيد نحن بلحظة من اللحظات نزلنا تحت هذا الموفينج أفريج وخوافنا هذا الأمر ولكن الآن قدرنا نخرج فوق هذا الموفينج أفريج وسكرنا الشمعة فوق هذا الموفينج أفريج طبعاً الآن الشمعة حمرة فأكيد سنجرب كم مرة إلى الموفينج أفريج لأخر سبع أيام هذا الخط الأصفر وإذا هذا الخط الدعم لم تسكنها شفعنا خط الدعم لأخر 29 يوم الذي هو بحدود 2340 دولار وإذا بدأنا نخرج إلى فوق أول خط المقاومة سيكون بسعر 27040 دولار كما ترون دائرنا بهذا الخط أكثر من مرة دائرنا اليوم مبارح قبل كم من يوم الأسبوع الماضي وهذا الخط أثبت أنه خط مقاومة قوي ولكن أيضا خط صمد قوي وإذا اضطرنا أكثر من هذا فالخط المقاومة القادم سيكون على موفينج أفريج الآخر 25 يوم بحدود سعر إلى 3000 دولار من ناحة RSI بلاي اللحظة لأخر 14 يوم رسي يفرجنا 47 يعني نحن موجودين بعدنا بمنطقة منطقة لأسعار الرخيصة لإثيريوم تعتبر وهذا أيضا قوة للثيران يطلع أكثر نواحي لحدود المقاومة القادمين علينا الآن هناك مؤشر الذي فترة طويلة يركز فيه بالبيتكون ولم يركز فيه بالإثيريوم وحبب أفريجي كيازه كون مرة تذكروا الموفينج أفريج الآخر 200 يوم الموفينج أفريج الذي كثير متداولين كثير أخصيين يعتبره هو المؤشر إذا نحن موجودين ببول ماركت أو ببير ماركت كيف لا ترون حتى بعد الصحيح الكبير حتى بعد انخفاض 50% رأيناه من 4300 دولار نحن بعدنا موجودين فوق الموفينج أفريج لـ 200 يوم بالإثيريوم من ناحية البيتكون كيف لا ترون خط الأصفر هذا الترند الإيجابي الذي شكلناه بعده متماسك دقرناها ثلاث مرات وآخر مرة صار قبل يومين بـ 30.5 كيف لا ترون وطلعنا هذا يفرجنا أن هذا الترند سيكون خط دعم إيجابي لنا كمان بالمستقبل وممكن أن نستعملوا كمؤشر بالمستقبل القريب علينا فباللحظة هاي كمان البيتكون سكر فوق الموفينج أفريج الآخر 7 أيام كيف لا ترون الشمعة موجودة فوق الموفينج أفريج إذا سكرنا الشمعة تحت الموفينج أفريج فننزل ونجرب مرة الخط الأصفر هذا وننزل ونجرب المرة الجاية سيكون بحدود سعر 34000 إذا الثران أخذت قوطها وطلعت أكثر من ذلك فعنا الحد المقاومة اللي جاي علينا سيكون بخط الموفينج أفريج 200 هذا هو الخط المهم جدا بالبيتكون كل ما نحن موجودين تحته فنحن موجودين بمنطقة الخطر فالسعر القادم لخط المقاومة سيكون بحدود السعر بين 40 و 41 ألف دولار فنتبهوا لهذه الحركة ونتبهوا لهذه الأسعار من ناحة RSI ففرجنا 37 لآخر 14 يوم كمان مرة نحن موجودين بمنطقة الأوفرسول ففرجنا الأسعار سيكون أسعار مخفضة بهذه الفترة هذا هو وضع أكبر عملتين بالسوق أكبر عملتين رقمي بالسوق اليوم أنا أفتح عناية ودناية عن نواحي ما يحدث في إثيريوم وما يحدث في تجديدات هذه وين سوف يأتي وين سوف ينعكس على السوق أكثر وأكثر وبالنسبة لأن أسعار الإثيريوم اليوم أسعار مخفضة وفعنا فرصة لشراء وتخزينه طويل الأمل لكن هذا هو رأيي الشخصي ممكن أن أغلطه هذا حقي وبالآخر لا تأخذ مورا كلامي أنا ليس مختص وليس مستشار ما هذا أذهب وعمل دراستك الشخصية ودرس الموضوع افهم استثمارك واخذ قرارك إذا فدك وعجبك هذا الفيديو أعطيني اللايك من ناحية أنت اشترك تحبك القناتي اعطيني سبسكريب كما ترى مواضيع مختلفة مواضيع أخبار مختلفة وكل هذا بدون مقابل فتعلي اشترك وشكرا لك وقتك ومع السلامة